على طول قررت انك تمثلت لا بعدها بشوية مكلة بقى بمفاجأة كبيرة قررت التمثيل ده بقى جيبني يعني انت بتحكي سياق مثلا ما بتقوليش ان انا كنت بقدم في مسابقات ان عملت قدوار صغيرة احنا لحد اللحظة دي انت واحدة مالكيش اي علاقة بالواسط خالص بس تتفرج على التلفزيون ونفس بقى مشهورة وامش في الشارع الناس كلها تقول زي ما بيه حلم الشهرة بس جنان جنان يعني مكانش واضح بزيج انك تبقى موديل ممكن تبقى لا 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 يعني عايزة تبقى مشهورة اخرى ممكن تبقى مطربة اي حاجة اي حاجة بقى مشهورة انا عايزة بقى مشهورة ما بفهمش الرغبة دي اه انا عايزة بقى مشهورة لتكارسة في الاول ان انا مقتلاش هدوح امثل اه وتدعى اغني فهي جالها اه ايه اغني فين في الكابريات ايه يعني انت ما كانتش فيه امارة للغنى يا غدا خالص وعنتش امارة لا اي حاجة يعني مش هو انت تغيرة بس عن بيت اعزفي لا 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 امارة قف قدام المراية اه يا يا وديات ايه بس واصل البركات بتاعيتها واقلام الروج هي دي الموهبة اللي عندي اه موهبة الوقوف قدام المراية بس اه بتاع كده طبعا الستة لازم تتصدم يعني ما شافتش اه يعني ايه اللقطة دي حقيقية انا جادة فيها انا عايزة اعرف ايه التركيبة اللي ممكن تخلي سيدة حديثات التلاقي يميل حتى عندها طفلة ما سريتش قبل كده وما كانش من طموحاتها يعني خالص اه يعني ايه القرار قلت انا هعمل ايه او يعني بيسموه فيه حاجة تريجر فيه حاجة شرارة او فيه شيء دفعك ان اكتخذ القرار ده الشرارة ان انا اياميها كنا بنخرج وبنروح اوتلات وبتعرف على اصحابي بيشتغلوا في الفن فخلاص بقى انا الدنيا فتحت لزرحة اه الحمد لله يا رب فبقى مشهورة فبقى مشهورة فيه 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 الايام دي اي حد بيغني يعني فيه ناس كتير جدا سلطة مشهورة انا انت بتحكي بعفوية وصدق كبير جدا ممكن يعني ممكن فيه ناس يعني يعني قصدي فيه حسنينية كبيرة في كلامك يعني كان ممكن الفقرة دي اتعديها وتقولي وكنت بحب التمثيل انما انت منتهى السلاسة وعلى سجيتك قلت انا انا حقيقا انا كده يعني انت بتحكي كده ببساطة ما انه فيه حد ممكن يحاول يوهم انه ده حلمه طول عمره يعني لا 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 اول الله العظيم ما كانش حلم هو تحول اه بعد كده اه تحول لإدمان مش حلم اه